السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء وبناتي طلبة الطالبات الصف الثالث اللي يدعدي أهلا وسهلا بكم النهاردة في حلقة مهمة جدا من حلقات المراجعة والامتحانات معاكم تامر سعد النهاردة أعلمك إزاي تحل امتحان اللغة الإنجليزية بطريقة احترافية وتقفل فيه الدرجة النهائية إن شاء الله هعرفك بيجيلك كم سؤال كم ورقة أسئلة هعرفك كل سؤال مطلوب منك فيه إيه إيه الأسئلة اللي ينفع من لها حل آخر وتحسب صح وإيه الأسئلة اللي ما ينفعش عمل لها حل آخر بس في الأول عايز أفهمك على نقطة مهمة جدا لو أنت طالب معتمد على الغش بأنت شرفتين الكام ثانية دولت وتقدر تقفل الفيديو وتتكل على الله أما لو أنت طالب بتزاكر ومكتهد فأنت في المكان الصح وأنا ثبت لك معلوماتك وإن شاء الله تطلع من المتحان الإنجليزي مقفل الدرجة النهائية الأول عايزك تعرف أن عدد الأسئلة اللي عندك تمن أسئلة التمن أسئلة دول غالبا بيجولك في ثلاث ورقات أو أربع ورقات زي ما يكون المهم أن هم تمن أسئلة المطلوب منك في الأول أن أنت هتحل كل سؤال في صفحة معنى كده أن أنت هتستخدم تمن صفحات ليه هحل كل سؤال في صفحة ده اللي هعرفه لك دلوقتي حالا عايزك تبص على الشكل اللي قدامك ده أنا هبدأ أحل دلوقتي فأنا كتبت فوق كوستشن نومبر وان زي ما أنت شايف عندي أربع نقط في السؤال الأولاني فأنا كتبت وان وبعد كده سبت سطرين تلاتة كتبت تو سبت سطرين تلاتة كتبت ثري سبت سطرين تلاتة كتبت فور وبعد كده كتبت إجاباتي Where are you from بعد كده I am a doctor بعد كده I live in Cairo بعد كده Do you like English وخلصت ونقلت على السؤال اللي بعد كده واللي بعد كده واللي بعد كده أنا ساب مساحات فاضية أهيت في السؤال الأول زي ما أنت شايف بعد ما خلصت الامتحام بتاعف وجئت أن النقطة الأولى عندي غلط اللي هي Where are you from هعمل إيه خلاص أنا معكش عندي مشكلة لأن أنا عندي مكان فاضي في النقطة الأولى فأنا هكتب حل آخر وهكتب الإجابة الثانية اللي أنا أشاكك فيها أو اللي أنا متأكد أنها هتكون صح اللي هي مثلا Where do you leave تمام واطلع فوق على اللي أنا كتبه واعمل عليه خط بالألم والرصاص ركز هعمل عليه خط بالألم والرصاص ليه مالكش فيه بقى أنا اللي عارف هو ليه هتعمل عليه خط بالألم والرصاص ومالكش دعوة بس اللي أنا بقولك عليه تنفزه بالحرف الواحد لكن لو أنت أصلا كنت مزنة الإجابات دي فأنت عامل وان ولزقت نمبر تو وراها على طول إن شاء الله لو فجأت بعد كده أن فيه حاجة غلط هتلاقي نفسك ما أنت شلاقي مكان تحل فيه وهتتلبخ وتقعد واسعل المرائب أنا أحل السؤال ده فين طبعا أنا خايف ده ما يخدوش بالهم منه وشوية حاجات من اللي أنت ممكن تيجي في دماغك وتلبخك في قلب اللجنة فأنا زي ما بقولك اعمل حسابك من كل سؤال هيتحل في صفحة سيب مساحات فاضية زي ما أنت شايف كده عشان لو اكتشفت أن الإجابة بتاعتك غلط وعايز تعد الإجابة يبقى عندك مساحة فاضية تحتها تحل زي ما أنت عايز يلا بنا ندخل فيه ورقة الأسئلة وعرفك كل سؤال هيتحل إزاي السؤال الأول عندك وده سؤال المحادسة وبيبقى ناقص أربع نقاط سؤال المحادسة يا شباب معتمد على ازاي أكون سؤال وازاي أرد عليه قبل ما تحل نقطة في المحادسة عايزك تقرأ المحادسة من الأول للآخر لأن بيبقى فيه إجابات معتمدة على حاجات تانية بعدها بسطرين ثلاثة قبلها بسطرين ثلاثة وهكذا فأنت تقرأ المحادسة كويس تركز كده وتشوف النقطة اللي عايز منك تعمل فيها إجابة هتعمل لها إجابة النقطة اللي عايز تعمل فيها سؤال هتعمل سؤال عندك نوعين من الأسئلة سؤال بأدات استفهام وسؤال بفعل مساعد وده معتمد على الإجابة من تحت الإجابة اللي بدأ بيس أو بنوعها تعمل سؤالها بفعل مساعد والإجابة اللي مش بدع بيسأل بنوع تعمل سؤالها بعدات استفهام هتراجع قاعدة تكوين السؤال وعندنا فيديوهات في القناة بتشرح تكوين السؤال هسيب لك لينك الفيديوهات ديه في الوصف اللي تحت الفيديو السؤال التاني وده سؤال المواقف اكتب اللي انت هتقوله في المواقف دي طبعا السؤال ده 3 نقط وكل نقطة من دولة معتمدة على المواقف اللي جاي لك في نهاية كل واحدة طيب المواقف دي انا عايز اراجحها اراجحها منين عندك اي مذكرة امتحانات او اي كراسة امتحانات جاية مع اي ملخص سواء كان بيت باي بيت او المعاصر او جيم هتلاقي ملخص لك المواقف دي فرق ورقتين في اول الكراسة بتاعت المراجعة دي اقرأهم كويس وهتلاقي نفسك بتحل كل الستوائشن صح اللي انا عايز انا وهلك عليه ان انت في سؤال الستوائشن تقدر تكتب اكتر من اجابة يعني لو انت شاكك في اجابة هتكتبها شاكك في اجابة تانية هتكتبها شاكك في اجابة تالتة هتكتبها اكتب اي اجابة انت شاكك فيها هنا وما تخافش الاجابة الصحة هي اللي هتتحسب لك السؤال التالي تريد the following then answer the questions وده سؤال القطع سؤال القطع يا شباب سؤال ساهل عبارة عن خمس اسئلة اول تلات اسئلة في القطع اسئلة مقالية بتجابها من القطع وتكتبها والسؤالين اللي بعد كده سؤالين اختيالي برضو من قلب القطع انا بقى اعلمك تحل كل سؤال من اسئلة القطع ازاي؟ خليني مثلاً هقرأ السؤال الاولاني وشاكك في اجابته في السطر التاني لو انا مثلاً مش متأكد منها قوي انا شاكك انها تكون في السطر التاني او في السطر التالت طيب انا هعمل ايه؟ اكتب السطرين معقولة هكتب السطرين اه اكتب السطرين ماو حاجة من اتنين يعني النقطة دي تطر منك يا اما انتم سكت بالنفس طيب انا همسك تبعدها من النفس ازاي؟ شاكت إليه أن هذه السوال في السطر الثاني والشاكت في فصتر الثالت اذا اقام السطر ممكن ان تصل إليه therefore if you click the resultع kasama 3 ممكن ان تصل إليه في السطر الثالث اقاتب لكن ماذا ستقوم بإن سطر الثاني و سطر الثالث في إجابة السؤال وهو س تعلم لك على الإجابة الصحيحة يقولوا يراف Fallout السؤالين التي تصل لها تصعب بالخطر هنا ستجرباً الانه EnsignV في إجابة النقطة الثالثة بتقرأ الجملة اللي قبل الضمير مباشرة لو لقيت فيها حاجة تخص الضمير ده بترجع تجيبه تاني اقرأ الجملة اللي قبلها واقرأ الجملة اللي قبلها وهكذا ارجع اقرأ الجملة كلها لحد بتلاقي الضمير ده عائد على مين بالزبط بعد كده النقطة الخامسة في القطعة غالبا بيجيب لك كلمة تحتها خط ويطلب منك معنى الكلمة دية او عكسها وغالبا الكلمة دي بتبقى جديدة عليك طيب انا عايز اجيب معنى الكلمة دي اجيبها ازاي لازم تقرأ الجملة اللي فيها الكلمة دي كويس تقرأ الجملة اللي قبلها تقرأ الجملة اللي بعدها وتحاول تستمبت معناها هتلاقي نفسك جبتها ان شاء الله بطريقة صحيحة السؤال الرابع وده خاص بالقصة اللي عندك اللي انت بتدرسها طول السنة اللي هي السؤال ده اربع نقاط توصيل اربع نقاط توصيل غالبا بيجيب لك الكاركترز اللي عندك وبيجيب لك تعريفاتهم وبتوصلهم ببعض عمتا السؤال ده سهل جدا وكل الناس بتحله صح طيب انا بتلغبط فيه انا هعلمك تحله ازاي ما تحلش السؤال ده من اول نقطة يعني ايه ما تحلش من اول نقطة يعني انت ممكن تمسك اول نقطة والدور على توصيل بتاعها ما تعرفش توصل لها بس تاني نقطة وصلتها طيب توصل تاني نقطة طب تلت نقطة وصلتها ووصل تلت نقطة هترجع بقى هتلاقي اول نقطة بالنسبة لك وضحت هيكت في واحد ولا في اتنين ولا في تلاتة فهمتها ناص دي ايه السؤال رقم خمسة والسؤال ده برضو خاص بالقصة ودول اسئلة اسمها كريتيكال ثينكينج كريتيكال ثينكينج يا شباب يعني اسئلة تفكير نقدي يعني اسئلة تفكير نقدي يعني الاسئلة دي اي اجابة فيها صح بس تكون في الموضوع يعني مثلا ممكن اجيب لك سؤال انت ترد عليه بيس وانا ارد عليه بنو طيب انت لما ترد عليه بيس قول لي سبب الرد بيس ايه وانا لما ارد عليه بنو هقول سبب الرد ايه يعني انت ممكن ترد بيس فتطلع الاجابة صح ولا ممكن ارد ابنو فتطلع الاجابة صح اه اهم حاجة تركز في السؤال وتشوف هو عايز منك فيه ايه فانت بتقول رأيك بس الاقرب للصح دي حاجة الحاجة التانية انا عايزك تكتب كل حاجة انت شاكك فيها في سؤال القصة السؤال السادس وهو سؤال والسؤال ده يا شباب السنادي هو خاص بالكلمات فقط السؤال ده ست نقط والست نقط كلهم معتمدين على حفظ الكلمات السؤال ده ما ينفعش تكتب فيه اجابة تانية اي حل اخر في السؤال ده هتتحسب لك غلط فعشان كده انا عايزك تقرأ الجملة كويس جدا تقرأ الاختيارات بتاعتك كويس جدا وما تختارش حاجة غلما تكون متأكد ان هي الاجابة الصحيحة السؤال السابع ده سؤال اللي هو يعادة الكتابة ده طبعا بيجيب لك جملة وجنب الجملة كلمة وبيقول لك قاعد كتابة الجملة دي باستخدام الكلمة دي او استخدم الكلمة دي في الجملة من غير ما تغير المعنى وده طبعا سؤال الجرامر اللي عندك اللي انت بتدرسه طول السنة انا شرح لكم كل الجرامر بتاعكم الخاص بكم السنة دي في الحلقات هنا في القناة هسيب لك رابط الحلقات دي في الوصف اللي تحت الفيديو مش هياخد معاك مراجعة اكتر من نص ساعة ان شاء الله تراجع كل القواعد وتتعلم ازاي تحل سؤال بس في سؤال عايزة نوهلك على حاجة مهمة جدا الكلمة اللي بنقصين اللي انت هتعيد كتابتها في الجملة تاني لو الكلمة دي بدأ بحرف كابتل يبقى انت هتبدأ بها الجملة لو الكلمة دي بدأ بحرف سمول يبقى انت هتحطها في نص الجملة انا عايز احل السؤال ده واضمن في الدرجة انها ايه عايز اقول لك على حاجة مهمة جدا اخر ولات الاسئلة من وراء خالص من ناحية التانية اللي انت ما بتحلش فيها اعملها مسودة للحل وبتدي حل هناك جمل اللي انت عايز تحلها كلها وبعد كده لما تتأكد من اجابتك تنقل الاجابة بتاعتك في المكان اللي انت هتنقل فيه او في المكان اللي انت مخصص له اللي انت هتحل فيه المسودة بعد ما تحل فيها ما تمسحهش سيبها عشان المسودة دي بتتصحح ولو كان السؤال انت حل وهنا صح ونقلته غلط بتاخد درجة المسودة السؤال رقم 8 هو اصل البراجراف او سؤال الايميل وده مطلوب منك 110 كلمة سؤال البراجراف او سؤال الايميل سؤال مهم جدا وطبعا كل الناس مرعوبة من السؤال ده طيب يا شباب بص انا اقول لكم على حاجة السؤال البراجرافقة او السؤال الايميل عشان تحله صح لازم يكون عندك فكرة بالعربي يعني ايه فكرة بالعربي يعني لازم اصلا تكون تعرف هتتكلم عن الموضوع ده بالعربي هتقول عنه ايه يعني مثلا لو قالك تكلم عن المودرن تكنولوجي تتكلم عن تكنولوجيا الحديثة لو انت ما عندكش افكار بالعربي مش هتعرف تتكلم عنه فانت لازم تكون مرتب افكارك بالعربي وبعد كده تبتدي تحولها الانجليزي طبعا تكون الجملة في اللغة الانجليزية سهلة الجملة بتتكون من فاعل وفاعل ومفعول عايزك تتعامل مع الجملة على انها تلت ارقان حاول ما تزودش قوي حاول تركز في الكتابة بتاعتك سؤال البراجراف مشكلته ان انت بتتحاسب فيه على كل كبيرة وصغيرة يعني انت بتحاسب على علامات الترقيم بتتحاسب على الاسبيلنج بتحاسب على كل كبيرة وصغيرة بتكتبها في البراجراف عايزك تحفظ جملة افتتاحية كويسة ممكن تكتبها في بداية البراجراف بتاعك تتعلم طريقة كتابة الايميل وتعرف الجملة الافتتاحية والجملة الختمية والشكل والتنصيق بتاع الايميل وتركز فيه الكتاب سؤال البراجراف ده برضو لازم تحله في المسودة الاول هناك قبل ما تحله على طول يعني اوعى تمسك القلم لازرع بتاعك وتبتدي تكتب البراجراف في مكانه على طول في الحل بتاعه ولا اكتب البراجراف في المسودة اللي ورا الاول واكتب كده عليها مسودة من فوق واكتب برضو رقم السؤال في المسودة يعني اجابة السؤال الثامن او كيشن نمبر ايت وحل البراجراف في المسودة بعد ما تحل البراجراف في المسودة هتلاقي عندك اخطاء لغوية هتلاقي عندك اخطاء في علامات الترقيم هتلاقي عندك اخطاء كتير يبتدي عدل الاخطاء دي وانقل البراجراف على اضافها بقى في مكانه. النصيح اللي انا هدها لك انا عايزك تركز في امتحان اللغة الانجليزية. وتاخد بالك ان امتحان اللغة الانجليزية بنسبة تلاتين في المية بتلاقي الاجابات في قلب الامتحان. يعني ايه? يعني انت ممكن تلاقي حاجات في القطع تساعدك في البراجراف. ركزي في الحالة دي كويس جدا. ممكن تلاقي جمل في التشويس تخدمك في البراجراف. الامتحان كله يعتبر حال البعض. اقرأ الامتحان كويس. هتلاقي اسئلة كتير جدا خدمة اسئلة تانية. وبكده يا شباب نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اتمنى من الله ان انتو تكونوا تعلمتم وتحلوا الامتحان ازاي. نفس كل التعليمات اللي انا بقولها لك. وان شاء الله هتقفل الدرجة النهية في امتحان اللغة الانجليزية. ما تنسوش لو اعجبكم الفيديو تعملوا شير و لايك. لو ما كنت تشتركت في القناة تشترك وتفعل زر الجرس عشان نوصل لك الفيديوهات الجديدة. اشوف كم على خير الحلقة اللي جايه في فيديو جديد.